واحد الشيء نشاه برايم الزياد في كل ليلة يكلمنا يقول في شام يقولون من المر عليه الصلاة يا حبيب الصلاة يخوت كل أرجال صلاة بطلاحة نحن الطبيين في بلاك اللي يزلي يمسحني ويهدفني طبيين في البزنين دولة غافلين زحفة زحفة الدين ثانيا نقوع الصلاة بطلاحة استهزم والله العظيم يقول الشيخ ابراهيم اليوم عارفه اللي يدعي اللي يصوم اللي يذكر الله عز وجل فرآن نوس عبادة جونه مليون بالعبادة من قسم بالله العظيم يبسطوه ميت تشو عليه المتوفي مفتعل في واحد والله العظيم قبض الله أرواحهم اثنين ما فصل بينهم إلا في الشقرة قسم بالله بطلاحهم الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة فرناس ما يصدك ما يصدك لكن قسم بالله العظيم يا إخواني إن هذه القصص مر ويناها يا إخوان من دوسنا إلا تثبتنا منه بعض القصص أنا أصليك عدولة والله إلا بالجمسة الخاصة بذكر منك واحدة بس واحدة بس والله العظيم من أقل يذكره لك الآن والله ما أنزل واحدا شيء وقبنا عليه أدخل جامعة البازية في تبوك جامعة صلبية على الموت أول ما دخلت واحد بيتين وراء شخالت شخالت تعال 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 وقبت طناعتني سامر دقرة وطاني جسمي بينا تو مهتزم مستقيم سلم عليه قال أخي انت وينك عني والله يكد يا إخواني انت وينك عني هذه الرسالة على المطالع للدعاء انت وينك عني يا إخواني قلت والله ليش سلامه وتشفي قال ليش إخواني ضعت يا دوم برها مقنني ليش إخواني غيري آلاف الناس آلاف الناس بلوية وخركان وينكم عنهم؟ ما انتم؟ لا تنمون يا مطاوحوا لا تنمون يقول لا أنا ما أتعجب من جرانتي صلاة قال مسكني يا أبو هدى قسم بالله العظيم اني أصبح أمي بعلقة ومسيها بعلقة لأني أضرب أمي بالصباح وينمسه يقول اليوم نايم دخلت البيت وانقخيتي جانسة وانا شربان يقول قسم بالله يا أبو هدى اني أبو أقتصب أختي حاولت 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 آخر شي مع الشرف تقلت خيسوا قسم بالله قل مسكت شعره فكيت باب الشارع قلت لها قلت لا كلمة ما تقال فك الباب قال يا تبو تدونينا الشرف تدونيه بالشارع علق عياره قلت أبو الشارع قل أطرد اختي بالشارع لا عبايه ولا شيء من يسرون أعيال الجيران وسكت الباب قم يبكي 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 يقول يا أخي كنا والله العظيم ان البهايب أفضل مننا والله البهايب عند رحمه ذكرها الله انهم كالأنعام بل أضل أولئك هم الغافلون شبابنا فيهم خير رسالة للدعاء الخيرة رسالة يا إخوان كلنا إخوان كلنا كلنا شباب لا بد لكم دعوة لنا عز وجل قال لي إخواني يو بيعرف من جد خطرة ولي ثمان سنوات تكلمت تكلمت عن هالبحة بحصوتي وعند افتبوك ومعروف الشيدان ذو تقريبه بحصوتي يا شباب الخراب يجينا من بره يا شباب والله انها يجمع علينا يا مطاوع انتم ما تشددين حيث الله تجوي يبيعونا بالنفسية تروا لا تككونا مطاوعا ينطق الله مغوج راس كبير ينطق الله من الزوج لهذا الشخص يتوب إلى الله ثم يأفضح المصانع اللي تجينا من حمص وتصنع من إسرائيل مصانع من إسرائيل والمواد من الصين والحشيش يجينا من إيران ها حرب ألا لا يقول إذا كانت هذه البضاعة توضت بالسعودية يقول نص القيمة يقول هذا الرجل يقول هدفنا الرئيسي بلاد الحرامي خلي يفسد الشباب خلي عقومه خلي ما يصلي خلي نضعب خليه مجنون يموت بسرعة ما لبي الشباب يمدبرون الشباب